مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الثانية متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السابع الدرس الثالث أنوان الدرس حيوانات في خطر قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك على ساتطا حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثانية متوسط نبدأ بالدرس يونت 7 لسن 3 اليونت السابع الدرس الثالث حيوانات في خطر وكاتب لي وياها الجزء الأول يعني الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الجزء الثاني من هذا الموضوع اللي هو حيوانات في خطر بالبداية شي يقول لي يقول لي read about the animals اقرأ عن هذه الحيوانات اللي أنا منطيك ياهن منطيك صورهم وجد سببين لماذا هذه الحيوانات تعتبر في خطر فسا مثلا منطيك هو الحيوان الأول snow leopard الفهد الجليدي the fur of this beautiful animal is grey with bigish black spot and much smaller spots the fur هاي الكلمة جدا مهمة حاول تحفظون الكلمات اللي راح نطلعها the fur اللي هو الفرو of this beautiful animal فرو هذا الحيوان الجميل is grey رصاصي أو رمادي with bigish black spots ببقع سوداء بعض الشيء كبيرة and much smaller spots وبقع صغيرة كذلك موجودة على هذا الجلد nobody knows exactly how many are there لا يعلم أحد كم عددها عدد هذه الفهود الجليدية بالعالم but there are very few لكن أعدادها جدا قليلة it is hunted for its fur ويتم اصطياد هذه الفهود من أجل فروها يعني الناس تصطاد هذه الفهود على مودي يأخذون الفر ومالتها لن يعتبر من الأشياء الثمينة أو الأشياء الغالية الآيبكس اللي هو الوعل أو التيس الجبلي this is mountain goat هذا الماعز الجبلي is hunted for its horns يصطاد أو يتم اصطياده من أجل قرونة يعني الناس تصطاد هذا الحيوان البري أو هذا الحيوان الجبلي من أجل القرونة اللي تبلغ حوالي من 70 إلى 140 سنتيمتر its coat is radish جلدة مالتا جلدة مالتا بني محمر جريش براون لبني رمادي if it is not protected إذا لم يتم حماية هذه الحيوانات تلصون تسابير سوف تنقرض أو سوف تختفي قريبا الآن أخذنا اثنين من الحيوانات الحيوان الثالث blue whale الحوت الأزرق this is the largest animal alive today هذا أكبر حيوان على وجه الكرة الأرضية حي هو اليوم it is 29 متر long يبلغ طولة حوالي 29 متر whales were hunted for their oil هذه الحيتان يتم استيادها من أجل oil الزيت مالتها and almost disappeared وغالبا الآن هي اختفت now they are protected أما الآن هي الآن محمية يعني يتم حمايتها من قبل الحكومة على مود ما تنقرض golden toad golden toad اللي هو الضفدع الذهبي أو العلجوم الذهبي the male is bright gold الذكر مال هذا الحيوان عادة ما يكون ذهبي مشع in color لونه من حيث اللون the female أما الأنثى مالته is much darker عادة ما تكون أكثر غمقا اللون مالتها أغمق people are draining the water from the places where they live الناس بيجففون الماء من الأماكن اللي تسكن بيها هذه الضفادة when the water goes completely عندما ينتهي الماء بشكل كامل the golden toad will disappear سوف ينقرض أو سوف يختفي هذا الضفدع polar bear اللي هو الدب القطبي polar bears live in sea ice in one of the coldest environments on earth هذا الدب القطبي يعيش في البحار الجليدية في واحدة من أكثر البيئات برودة على وجل الأرض their white coat الفرو مالتهم أو الجلد مالتهم very thick جدا سميك and covers a lot of fat which keeps them warm هذا الفرو مالتهم يغطي الكثير من الشحوم الذي يبقيه دافعا polar bears were hunted for the fur يتم استياد هذا الدب القطبي من أجل الفرو مالتهم but now they are in more danger because the sea ice is melting والآن هي بخطر أكبر لأن البحار الجليدية تذوب هاي كلمة كلش مهمة melting معناها تذوب as a result of the climate changing وهذا السبب شن السبب أن البحار الجليدية تذوب بسبب التغير المناخي هذا ما يخص القطع الأولى استخرجنا مجموعة من الملاحظات تعرفنا على حيوانات جديدة معرضة للانقراض وراها بكتاب النشاط رح يسألني يقول لي What do you remember about the animals ما الذي تذكره عن هذه الحيوانات التي أخذناها قبل دقيقة try not to look at the text in your students book حاول أن يجاوب هذه الأسئلة بدون ما تشوف المعلومات اللي بكتاب الطالب يعني اللي انتبه على المقاطع النصية يحاول يجاوب على هذه الأسئلة واللي ما انتبه يروح يراجع المقاطع النصية يجي يجاوب على هذه الأسئلة The snow leopard is hunted for its فراغ الدب القطبي يتم استياده من أجل فراغ ليش نحن نستعد الدب القطبي؟ من أجل الفر ماتة فأقول for its fair من أجل الفر ماتة The apex اللي هو الوعل is hunted for its يتم استياده من أجل ليش نحن نستعد هذا الوعل أو التيس الجبلي؟ من أجل قرونة فأقول for its horns من أجل قرونة The blue whale was hunted for its أما الحوت الأزرق فيتم استياده من أجل من أجل الزيت مالتا People are draining فراغ from where the golden toad lives الناس تجفف الفراغ من أماكن الذي يسكن فيها التود اللي هو الضفادة الضفادة الذهبية شن اللي تجففه؟ تجفف الماء وأقول water polar bears الدباب القطبية live on sea تعيش في البحر أو sea ice البحار الجريدية which is والتي هي فراغ البحار الجريدية قلنا هي من أكثر البحار برودة على وجه الكرة الأرضية فأقول the coldest أو أقدر أضيف عليها اللي هي ذذوب حاليا بحال الذوبان بسبب التغير المناخي هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري ساذي شون يجيني؟ يجيني على شكل اسقاطات هذه الكلمات التي حلنا بها الفراغات يطنيها باعدة تمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب لها الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2 يقول لي check your answers تفقد إجاباتك شلون أتفقد إجاباتي؟ أروح على القطع اللي قرناها بداية الدرس وأتأكد أنه مثلا السنوريو بارت الفهد الجريدي يتم استيادة من أجل الفرومالتا وهذا الثاني الآيبكس اللي هو الوعي يتم استيادة من أجل الهورنز القرون إلى آخرهم تمرين رقم 3 يقول لي complete the conversation أكمل المحادثة use the words from the box باستخدام كلمات من الصندوق agree معناها يوافق disagree معناها لا يوافق right معناها على حق مثلا أقول لك you are right أنت على حق see معناها بحر wetlands الأراضي الرطبة you are wrong أنت على خطأ هس هنا أنا يقول لي يكمل ذني الفراغات بهذه الكلمات blue whales live in the forest الحيتان الزرق أو الحوت الأزرق يعيش في الغابة I forgot أنا فراغ يقول لك بهذا الكلام صحيح إذا صحيح مثلا يقول له I agree وإذا غير صحيح يقول له I disagree الحوت الأزرق يعيش في الغابة لا إحنا قلنا أن الحوت الأزرق يعيش فيه البحر فأقول I disagree أنا لا أتفق معك blue whales live in the forest الحوت الأزرق يعيش فيه وين يعيش بالسي بالبحر فأقول له in the sea golden tones live in the desert الضبادع الذهبية تعيش في الصحاري I think فراغ أنا أعتقد فراغ راح الماء عنها من الممكن أن تنقرض snow leopard الفهد الجليدي live in high cold places يعيش في أماكن مرتفعة باردة صحيح هذا كلام يكلم من الفوض الجليدية تعيش في أماكن باردة فأقول له I agree أنا أتفق معك you are right أنت على حق فهذا ما يخص من الرقم الثلاثة هذا التمرين بعض الشيء مهم من الممكن أن يجيب لأحد هذه الجمل بسؤال الإسقاطات لكن ليس بأهمية التمرين الأول اللي أخذناه التمرين الأول أخذناه أكثر أهمية إذا أراد يجيب لي مثلا يقول لي blue whales live in the forest هذا غالبا ممكن أن تجيك بالامتحان أما البقية مع agree أو right أو wrong غالبا ما تجيب بالامتحان لذلك نركز فقط على الأشياء اللي ممكن أن تجينا بالامتحان ننتقل إلى التمرين الرقم 4 Are the sentences true or false هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة اكتب لي أما T أو F مثل ما متعودين سابقا هنا على أساس المعلومات اللي أخذناها بداية الدرس إذا كانت المعلومة صحيحة نقول له T وإذا كانت خاطئة نقول له F The snow leopard is hunted for its meat الفهد الجليدي يتم اصطياده من أجل اللحم ماته صح له خطأ ذكرنا أنه يتم اصطياده من أجل الفر و ماته فأقول له خطأ Scientists know how many leopards are there العلماء يعرفون كم عدد الفهود في العالم ذكرنا أنه ما نعرف عددهن لكن نعرف أنه عددهن قليل جدا ما نعرف عددهن بالتحديد فأقول له False The ibex lives in the mountain الوعل يعيش في الجبال صح له خطأ؟ هذه المعلومة صحيحة قلنا أن الوعل اللي هو التيس الجبلي يعيش في الجبال The ibex is endangered هذا الايبكس اللي هو الوعل بخطر ذكرنا أنه كل ذن الحيوانات اللي ذكرناها بخطر معرضات للنقراض People are still allowed to hunt blue whales الناس لا زال مسموح لهم أن يصطادوا الحوت الأزرق قلنا أنه بعد ما عرفنا أنه معرض للنقراض فالحكومة قررت أنه بعد ما ماكو استياد للحوت الأزرق فإذا نقول له False Male and female golden toads are different colors ماذا يقول لي؟ يقول لي الضفدع الذهبي الذكر والأنثى مختلفات من حيث الألوان ذكرنا بالقطعة أنه فعلا مختلفات بالأنوان بعضها مشع أو فاتح وبعضها غامق فأقول له True People hunted polar bears for its fur الناس تصطاد الدب القطبي من أجل الفر ومالتا صح لو خطأ؟ ذكرنا نعم يتم استيادة من أجل الفر ومالتا polar bears fur helps them to keep warm فرو الدب القطبي يساعد الدببة على أن تبقى دافعا صح لو خطأ؟ قلنا أنه طبقتك جدا سميكة وتغطي الشحوم مالتا فبالتالي يبقى دافعا إذن الإجابة صح هذا ما يخص تمرين الرقم 4 هذا مجرد درشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي الطلاب يختبرون معلوماتهم أو فهمهم بالقطعة اللي خدناها بداية الدرس وعلى أساسها يجابون هذا التمرين تمرين الرقم 5 يقول لي شوف نانا يقول لك أنت تعرف أقوى حيوانات بالأراض معرضة للانقراض سوي لي ملاحظات عنها شنو اسمه مثلا؟ مثلا أنا أعرف أن الفلامينغو هي أحد الحيوانات المقرضة للانقراض في العراض بعد شنو وصفه تكتم لي الوصف مع الفلامينغو أين تعيش؟ تعيش بالمارشز بالأهوار لماذا هي بخطر؟ بسبب تجفيف الأهوار تجفيف الأهوار وأهم يقول لي بعد ما طلعت هاي المعلومات حاول تكتب لي مقطع نصي عن هذا الكلام هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري وامتحان الشفوي الطالب يبحث عن طائر الفلامينغو اللي يعيش بالعراق ويحاول يكتب له مقطع نصي عن ليش أنه معرض للانقراض شنو أهميته بالنسبة للعراق وان يعيش وان شن يأكل غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس مليء بالمعلومات الغنية لكن أغلب أنشطة أنشطة صفية ما عادة تمرينيا من الممكن أن يجنع على شكل اسقاطات بالسعال المتعلق بالمفردات حال تكتبونها الملاحظات في الدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري ختاما شكرا للمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو السلسارة أو اضافة تحبون أن تقدموها تقدرون توصلنا على حسبات مجلس في الفيديو في الوسط